أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهبهم بجذازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارحون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صلاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كرنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العلي العظيم